بطاقة E-SIM للعطلات على الآيفون اتبع الخطوات التالية أبحث عن الرسالة الإلكترونية منها تأكد من الحصول على جميع التفاصيل الضرورية الخاصة ببطاقة E-SIM تأكد من اتصال جهاز الآيفون بالإنترنت عبر الواي فاي الاتصال بالإنترنت مهم لإتمام الخطوات التالية بنجاح افتح إعدادات الآيفون وابحث عن تطبيق E-SIM امسح رمز الاستجابة السريعة إذا كان متوفرا إذا لم يكن رمز الاستجابة السريعة متاحا أدخل التفاصيل يدويا التي أرسلت إليك أبرع بعد إضافة بطاقة E-SIM قم بتعيين اسم لها يمكنك تسميتها E-SIM للعطلات مع اسم المكان الذي تزوره لتسهيل التنظيم خصوصا إذا كنت تستخدم أكثر من بطاقة E-SIM همز اجعل بطاقة E-SIM للعطلات الخيار الرئيسي لاستخدام المكالمات عبر iMessage وFaceTime عند الطلب اجعل بطاقة E-SIM للعطلات الخيار الافتراضي للبيانات تحقق من تعطيل خاصية السماح بتبديل البيانات الخلوية لتجنم بالرسوم الإضافية سعر فعل التجوال عند الوصول إلى المكان المقصود كخطوة نهائية في إعداد بطاقة E-SIM للعطلات عد إلى إعدادات البيانات الخلوية لتشغيلها واخترها كإعداد افتراضي للبيانات بهذه الخطوات تكون بطاقة E-SIM للعطلات جاهزة للاستعمال في حال واجهت أي صعوبات فريقنا متواجد للمساعدة في أي وقت ترجمة نانسي قنقر